اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتحدت الوية العمالقة تحت قيادة ابو زرع المحرمي وفقا للموقع الرسمي لالوية العمالقة فان الويتها تضم نحو ثلاثين الف مقاتل منهم سبعة الاف من المقاومة التهمية انضموا اليها مؤخرا وتتكون من اثني عشر لواء ابرزها اللواء الاول والثاني والخمس تدين اغلب الوية العمالقة بالولاء لدولة الامارات الداعم العسكري واللوجستي وتطالب تلك الالوية بانفصال جنوب البلاد فيما كانت بعض من قيادات وافراد قوات العمالقة تدين بالولاء لشرعية الرئيس عبد الرب منصر هادي كولي للامر انطلاقا من رؤية دينية بحتة لم تخلو علاقة قوات العمالقة من الصدام مع الاماراتيين ابرزها رفضوا الويتها الانخراط في قيادة القوات المشتركة وايقالتها قائدها العام ابو زرع المحرمي قبل ان تعيده الامارات منتصف العام 2020 ليتسبب ذلك باستقالة القائد البارز عبد الرحمن اللحجي قائد اللواء الثالث ارتكبت الوية العمالقة عدة انتهاكات في المناطق التي خاضت فيها معارك ميدانية او تمركزت فيها ابرزها بعد تحرير جنوب الحديدة عندما اقدمت ميليشيا العمالقة على اعتقالات كيدية وسجون سرية خارج سيطرة الدولة بالاضافة الى اقتحامها منازل النازحين واستطوي على منتركات مواطنين النزح هربا من الحرب ودمرت ضريحة لموتى صالحين كما ارتكبت ميليشيا العمالقة مع دخولها شبوة العام الماضي العديد من الانتهاكات ابرزها اقتحام عناصر تابعة لها لمنازل في عتق دون مراعاة لحرومات الميوت والنساء والاطفال والشيوخ العزل من السلاح واستهدفت عوائل من ابناء المحافظات الشمالية الموجودين منذ سنين طويلة في شبوة بدواع مناطقية ولعل اخر انتهاكات الوليات العمالقة شهدته مدينة عدن بعد اقتحام عناصر مسلحة تابعة لها قصر معاشيق ونفذت حينها انتشارا واسعا داخل القصر كما منعت الدخول والخروج منه وحاصرت رئيس الحكومة بداخله قبل ان تنسحب من القصر في وقت لاحق موسيقى